السلام عليكم معاكم سارة صوبر وفيديو جديد وبسيط وهنتعلم فيه حاجة مهمة جدا هي حاجة بسيطة خالص بس فيه ناس كتير بتتلغبط فيها وهي بتقرأها ايه هي teacher السنوات How to read years in English ازاي اقرأ السنة في اللغة الانجليزية فيه ناس كتير بتيجي عند السنوات او السنين وتقف كده ومتبقاش عارفة تقرأها باللغة الانجليزية الموضوع بسيط جدا جدا كل الحكاية ان there are two ways to read years in English يعني فيه طريقتين علشان اقرأ بيهم السنوات بطريقة صحيحة في اللغة الانجليزية ازاي بقى اما ان انا اقسم السنة اللي عندي رقمين رقمين ازاي يعني مثلا 2021 دي هنقسمها رقمين ورقمين هناخد العشرين لوحدها والواحد وعشرين لوحدها عشرين يعني 20 واحد وعشرين 21 يبقى السنة بتاعت 2021 هقرأها بالانجليز 2021 مثلا 1995 فيه ناس كتيرة بتقف قدام السنوات ومتعرفش تقرأها بالانجليز وتروح ايليها مستسهلة وتقولها بالعربي على الرغم ان هي تكون بتتكلم انجليش اصلا يعني بدأ في جملة انجليش وتروح جاية عند السنة وتقف وتروح ايليها بالعربي تقول 1995 وده طبعا غلط كبير احنا عايزين نكمل جملتنا بالانجليش كلها هنقسم السنة لرقمين رقمين رقمين هنقول التسعتاشر الوحدة وهنقول الخمسة وتسعين مع بعضهم هنقول تسعتاشر بمعنى ناينتين تب خمسة وتسعين ناينتي فايف يبقى ناينتين ناينتي فايف دي اول خطوة او اول طريقة علشان اقرأ السنوات بطريقة صحيحة ان انا بقسم السنة اللي عندي رقمين رقمين السمتة 2021 قلت عشرين توني وواحد وعشرين يعني توني واني بقى توني توني وان الف وتسعين واني توني 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 هقول 1,994 ازاي ما تقطيها كده بقى انا قسمت السنة اللي عندي للأحاد والعشرات والمئات والألاف الأربعة دي مش في خانة الأحاد عشرات اللي هي التسعة التسعة التانية في خانة المئات والواحد ده في خانة الألاف أو الألوف تمام انا همطق الone ده هحطه وحطله الخانة بتاعت الألوف اللي هي thousand اسمها بالإنجليش thousand يبقى one thousand طيب التسعة دي في خانة المئات يبقى nine hundred يعني لاني مئة بمعنى hundred يبقى nine hundred طيب هنيجي بعد كده بعد ما قسمت خانة الألوف وخانة المئات هناخد الرقمين دول مع بعضهم كده وهنطقهم عادي جدا كإني بمشي بالطريقة الأولى هقول ninety four بقت one thousand nine hundred ninety four بس كده بكل بساطة في two ways طريقتين لإما تقسم السنة اللي عندك اللي رقمين رقمين لإما تمشيها بخانة الألاف والمئات مثلا لو حد جي سألني وقال لي when were you born يعني متى ولدت انت اتولدت امتا لما حب أجاوب على السؤال ده هقول I was born in وحط السنة ناس كتير بتقول ايه I was born in ولاقيها بتقول 1992 مثلا لأ طيب انت بدأت جمليتك جمليتك انجليش يبقى كمل الجملة انجليش لحد الاخر هنقول I was born in احنا خلاص ستعلمنا انطق الرقم ازاي لو هقولها بالطريقة الاولى هقول I was born in 1992 السنة الرقم او السنة لرقمين 19 اللي هي 19 و92 اللي هي 92 اللي هنطقها بالطريقة التانية بتاعة الاحد والعشرات والمئات والألوف هقول I was born in 1992 92 92 ما تنسوش كمان انا احطى كده circle على كلمة او حرف الجر ان علشان اوضح لحضراتكم ان السنين او السنوات بيسبقها دائما حرف الجر ان بس كده